تحياتي بي انفرستمنت وماذا نرى لبي انفرستمنت بعد الليدنج دياجنا اللي بدأت عندي دي خلينا نبص مع بعض ونشوف احنا الدورة السعيرة بتاعتنا بدأ ازاي انا عملت الموجة الاولى اللي كانت عنيفة وعملت الموجة التانية وعملت الموجة التالتة وصححت باربعة وحاليا انا في الموجة الخمسة طيب انا شايف ان انا كمان بدأ يحصل عندي وحاطة لو حصل عندكم هي فرصة لجني ربح لي انا بقولي الكلام دا بقولي الكلام دا بمنطرها البصر انا قلت في الموجة اللي بيكون الموجة الاولى اطوات بتبقى الموجة التالتة لن تكون الموجة التالتة الاقصى انا عندي بالنسبة لي انا الموجة الاولى اطوات من الموجة التالتة او طيب الموجة التالتة بتاعتي اللي بدأت من المستوىات دي استحالة تكون الاقصى تمام يعني انا بتوقع ان الموجة الاقصى التالتة الاقصى تقديم لها هيكون تحت مستويات 18.2 وانا عند مستويات وانا وقتل حد المستويات في تحت عند المستويات دي يعني انا وقتل حد المستويات 17.8 لان في اي موجة صعب ومستحيل الموجة التالت تكون اعثر موجة بل بالعكس طالما الموجة الاولى جاءت الاطول فالموجة الخمسة بتيجي الاعثر طيب ده السيناويو اللي انا بشوف طيب انا مستني ايه بنبي انفرستمت انا ما بقولكش اخرج انا بقولك تنتظر تصحيح محترم لكل الدورة السعرية دي يقربك من منطقة الطلب دي وتستعدي في الشراء مرة تانية وتعزز الشراء طيب انا ممكن يرجع الاسعار بها لحد فين ممكن نرجع لحد مستويات 16 جنيه حد مستويات 15 جنيه ومصر كمان انا ممكن اخد في جونات واخد تصحيح لكل الدورة السعرية دي تمام واستعدي في مستويات الثمانية وثلاثين فيبو الى خمسين فيبو اتلعينا من مستويات 16 لحد الخمستاشر جنيه و63 افش ولما بيكون عندي دياجنا لجماعة والموجة الاولى عنيفة غالبا التصحيح بيكون دايما قرب مستويات الثمانية وثلاثين للخمسين فيبو يعني انا في منطقة الطلب بتاعتي دي اشيء بس دي منطقة الطلب بتاعتي دي انا اوسعها شوية تمام عشان بس ايه نكون الدنيا اكثر اتضاعها مش عايزة غيرها اللي هو استادف بيها ايه استادف بيها المناطق اللي ما بين 16 جنيه لحد مستويات ال 15 جنيه و60 افش وانا شايف اي تراجع للسهم ده هو فرصة للتعزيز وليس الهروب السهم وقلنا ان احنا عملنا انعكاس في السهم والعكاس في السهم واضح جدا نعملين يعني موجة دافعة ننتظر تصحيح لها ونستهدف الموجة الثالثة اللي اتكون اطول واعنف ولسه يا جماعة احنا بنسخن في بيه انفستمنت فبلاش قلق والسهم الممتاز عندي مناطق جيدة جدا كل ما اقرب منها كمان مستوى 15 جنيه كل ما اقرب عشتين وما زلنا ننتظر رد اتفعل من المستويات دي وما زلنا ننتظر تصحيح جيد للبحث عن تعزيز مرة اخرى وبالتوفيق